السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسعد دائما ونسعد بالتواصل مع أي شخص إن شاء الله بيتواصل معنا وإن شاء الله الحلقة دي هتكون حلقة مفيدة وشيقة لكل مشاهد بيتابعنا الآن وإن شاء الله تبارك وتعالى هتكون عن سحر المرض إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أما بعد أعراض سحر المرض أول حاجة في سحر المرض تجيب ورق أو ألم حاليا معاي كل مشاهد بيسمعني يجيب ورق أو ألم ويكتب كل الحاجات اللي أنا هقولها لأن الحاجات دي إن شاء الله تبارك وتعالى هتكون رشدة جميلة يسعى لها كل الناس وبتكون إن شاء الله تبارك وتعالى لحل جميع المشاكل أي حد بيعاني من مشكلة من سحر من تعب من أي شيء أول حاجة أعراض سحر المرض أول حاجة في أعراض سحر المرض ألم شديد في عضو من الأعضاء يعني أول حاجة في أعراض سحر المرض ألم شديد في عضو من الأعضاء ثاني حاجة نوبات الصرع والتشنجات العصبي أي مشاهد بيسمعنا الآن يجيب ورق أو ألم ويكتب كل حاجة إحنا بنقولها لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم البرنامج ده عملناه برنامج توعية لكل الناس وبإذن الله تبارك وتعالى أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى وخاصة الحلقة دي لا نتكلم إلا بعد أهل التخصص وهم الأطباء فأي مريض بيجي بنسأله أنت روحت للطبيب يقوله والله أنا روح بعد كده بنسعى بفضلا من الله ونعمة إن إحنا نحل هذه المشكلة ثالث حاجة في أعراض سحر المرض شلل عضو من الأعضاء الجسد رابع حاجة يعني كل اللي بيكتب ورايه يركز في الكلام اللي أنا بقوله ألم شديد في عضو من الأعضاء نوبات الصرع وهي التشنجات العصبية ثالث حاجة شلل في عضو من الأعضاء الجسد بعد كده رابع حاجة شلل كل للجسد بعد كده تعطل أحد الحواس عن العمل يعني إزاي لما بييجي أي حالة ويكون فيها لا قدر الله سبحانه وتعالى سحر وهو سحر المرض أول حاجة بيكون عنده ألم شديد في أحد الأعضاء بعد كده بيكون عنده نوبات الصرع شوية تلاقيه طبيعي وشوية يبقى عنده تشنجات عصبية بعد كده شلل عضو من الأعضاء الجسد يعني فجأة أنا إيدي شغالة فجأة إيدي وقفت بدون سبب وبدون مقدمات العضو ده وقف اللي هو الإيد بعد كده تعطل أحد الحواس عن العمل يعني إزاي أنا كان لساني بيتكلم فجأة خرصت وأنا كنت طبيعي بس فجأة لما لساني توقف ممكن أنا بالمعنى لما بيكون فيه سحر ويكون اللسان معكود تلاقيه دايما نقول وكأن اللسان عقد وهذا موجود بالدليل بعد كده تعطل أحد الحواس عن العمل وأحب أن أنبه أن بعض هذه الأعراض تشبه أعراض المرض العضوي يعني إزاي إن أنا فرق بين المرض بسبب سحر والمرض بسبب اللي هو عضو الجسد يعني إزاي الأمراض الطبية إن مثلا بيكون التعب ثابت ما بتحرك يعني أنا مثلا عندي وليكن وجع في الرجلين الرجلين دايما فيها تعب لما بأخذ علاج بستريح أما لو كان هذا التعب بسبب سحر فهو يتنقل في الجسد من مكان لمكان يعني إزاي لو أنا عندي سحر وهو سحر المرض وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أنا الوقت عندي سحر المرض هتلاقي التعب بيتنقل من الجسد من مكان لمكان يعني فجأة إيدي شغالة وقفت بعد كده بطني كانت طبيعية فجأة بطني وجعتني بعد كده ألم يكون في الظهر بعد كده بيكون وجع في الرجلين يعني تعب بسبب سحر بيتنقل في الجسد كل بعد كده وكيف يتم سحر المرض يعني إزاي بييجي الدجال أو المشعوز بيعمل سحر المرض أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد يعني إزاي إذا كان الجسد عايز يعمل حاجة أول حاجة بياخدها من المخ يعني المخ بيعطي إشارة للجسد أو للحواس إزاي لو أنا جعان العقل بيقول لي أو المخ بيقول لي والله أنا جعان فببحث سريعا إن أنا أنتقل إلى مكان وأأكل منه وأشرب بعد كده بمعنى أن كل حاسة من حواس الإنسان لها مركز من المخ يعني كل شيء في جسم الإنسان بياخد أمر من أوامر المخ بعد كده بيبعث إشارات للمخ يعني مثلا أنا والله عايز أمشي لابد إن أنا آخد إشارة من المخ إن أنا عايز أمشي يعني يقول لك إيه والله أنا بفكر إن أنا سفر النهار والله أنا بفكر إن أنا مش أروح مشوار أنا بفكر النهار ده إن أنا أعمل فكرة جديدة فإذن كل حاجة بتنبع منين؟ من المخ والعقل بعد كده قال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون يعني ربنا بيقول لك بخلقي أنا لخلقتهم وإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور فإن الله سبحانه وتعالى قدير وسميع مجيب ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بفضله ومنه وكرمه أن يزيح هذه الغمة فأيضا الفيروس الذي امتلأ به الجو فهذا جند من جنود الله يعني بمعنى صح؟ كلنا لا بد أن نحن نحافظ على نفسنا من هذا الوباء الرهيب الذي إذا تملك من إنسان قضى على حياة ولكل أجل كتاب أأتي لك بالبشرى لا تخف ما دمت أنك تتق الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به وكان بصره الذي يبصر به فما بالك أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنك الأمراض والأوجاع بفضل من يقول للشيء كن فيكون فسبحانه وتعالى هو القادر الذي أتى بهذا المرض سبحانه وتعالى قادر على أن يزيحه في لحظة من اللحظات وكل منا يأخذ بالأسباب كل منا يتبع الإشارات التي تأتي إلينا من الدولة أن نحن نتبعها على أكمل وجه حتى يزيح الله سبحانه وتعالى عننا هذه الغمة وأيضا من المبادرات الكريمة المبادرات الكريمة أن أنت لو جنبك حد فئير وغلبان لابد أن تنفق عليه ليه؟ لأن ما نقص مال من صدقة كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا أنفقت في سبيل الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتزل إزاي يا مولان؟ كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق عليه يعني بنعنى أصح إذا أنت جيت وأنفقت عشر جنيهات ربما عشر جنيه عندي ما تسويش بس عندي الفئير تسوي كتير ربما يأتي بالمال البسيط اللي هو عشر جنيهات ويأتي بطعام وشراب إلى أهل بيتي فتكون سبب أنك تكفلت بهذا الرجل وبأسرتي فسيعوض الله سبحانه وتعالى عليك في الوقت واللحظة لأنك تتاجر مع الله وما أحسن وما أحسن أن تتاجر مع الله معنا نتصال أم محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته أسمعك يا فان معلشي بس أنا جدت عايزة أسألك سؤال بس فضلي يا فان أنا جدت خلفت مرة أول مرة خلفت عادي وعلى طول ووحدة تمام أبنيت وقتلي لازم أعمل فيك وأخلي وقلب أنت عارفه دائما حريمه كثيرا حريم الوحدة تمام يا فان المهم ألم في دهري وكذا يعني شارك عاملين طيب فيه واجعة في البطن من تحت يا فان دم كذا آه آه يا أستاذ بتحسي دايما بألم شديد في الفترة لما بيكون فيه حمل لما بيبدأ الحمل عموما أيوة يا أستاذ طيب حضرتك بتشوفي أشخاص في المنام بيهجموكي على طول والأحلم يتعابين جمد يعني على طول يتعابين دي معي في المنام هل يوجد اعتداء بالضرب أو حاجة مني يا فاندي؟ هم؟ هل يوجد اعتداء على حضرتك بالضرب في المنام؟ لا 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 تمام يا فاندي ماشي يا محمود هنجاوب حضرتك يا فاندي معنا امو محمود آه سلام آه امو محمود معنا يا فاندي السلام عليك ربنا يحفظك يا فاندي تحياتي ليك اشيك محمد وتحياتي فلية لأداد المحفر ربنا يبارك فيك امو محمود ومن أحسن المتابعين لبرنامج ربنا يبارك لي فيكم يا فندم ربنا يحفظك يا فندم أنا كشفت مخلية شوال حاجة في ظهري وفرجاتي ورجلي اليمين تمام يا فندم بص نار مولع 24 ساعة تمام يا فندم تعبان جوي تعبان جوي يا شيخ محمد طيب التعب بيتنقل من مكان لمكان يا فندم لا المكان في حتة واحدة رجلي اليمين من عول الدكس المشت لغاية المفصل بتاع الحوت تمام يا فندم نار نار مولعة ولكن انت حضرتك كشفت يعني كشفت وعملت عملية في الخروات العصبية الشوكية تمام يا فندم ما فارسنيش بحاجة تمام يا فندم ما فارسنيش بأي حاجة تمام النهارة ثلاث سنين عما بطلعت من البيت اي ادعيلي يا شيخ حاضر أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر صقمة إنه ولي ذلك والقدر عليه حاضر يا بمحمود حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى إحنا عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى علاج بعد المتخصصين معانا المعبد سلام عليكم معبد سلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته السيخ محمد معي؟ أهلا وسهلا بحضرتك زي حضرتك يا فندم ربنا يا فندم سلام عليكم معلش يا شيخ محمد أنا من عشرين سنة الوراء كنت جاعدة كده أيام الدراسة أي وآه دين حالة سارع كنت بسارخ مسارخ كتير تمام يا فندم بشيك وبعد ذلك الحالة دي مستمر رميل وقت حتى الآن يعني الوقت ندي دربين سنة وبرد وكل مزعل دين حالة سارع دي بسارخ كتير تمام والسنة اللي فاتت كل شوي أمرض بشيك يعني أنا مثلا أروح مثلا لدكتور معيسي شكلش وكل مرد تنجى في مكان تاني تمام قرأ علي يا شيخ يقول أنت عندك سحر في البيت بالأمراض طب حضرتك حضرتك لما بيقرأ عليك الراقي بيظهر على لسانك حد بتكلم؟ ممكن يعني إن أنا إيه ممكن إن أنا ما بين حسة ما بين حسة وما بين لو عندك سحر مثلا بيقول مثلا لو عندك حاجة تتفتح هدايا كده مثلا كده في اليداي يا فندم يا فندم لما هو بيقرأ عليك بتحس إن أنت في دنيا غري الدنيا وحد بتكلم على لسان حضرتك؟ أيوة وحس إن أنا نتعبينة جدا وممكن أخرص وممكن أحس إن أنا نتعبينة مش مستحمل كرة خالصة حاضر يا فندم حاضر حاضر ولما قال لي سيبي البيت أنا سيبت البيت أصلا من كدرة أمراض خلال استحت لما سيبت البيت مش تبلغ غير البلغ تمام هو بالفعل فيه سحر موجود عند حضرتك وهو اللي بيظهر على لسانك لأن أي حاجة ما بتتكلمش مع عادة السحر هو اللي بينطق على لسان الإنسان بينطق على اللسان ويقول والله أنا مكلف بعمل كذا بسحر تفريق بسحر النزيف بسحر تعب بسحر تعطيل زواج ما شبازا وده ورده ممكن يأثر علي أن أنا حافظ القرآن وممكن ما مقدرش هراجئ أو ما تقدريش حتى أن أنت تصلي لأنه في الوقت ده أهم حاجة أنه هو يتملك في الجسد نفسه لأنه هو مصخر ومكلف للشخص ده هو أنه هو يكسد حال معين ما كنت بفوت ولا سنق ولطبقتي بصلي الفرض بالعافية حاضر حاضر يا فندم ما أنا أجاوبت حاضرتك لكن ليس حالتك تفيدنا لشان أنا نتعبانا من السابق موضوع ده شكرا لك وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات يعني إيه لما بيحصل التعب أو سحر المرض بكل ثلاث حالات إما أن يمنع الجني بقدرة الله أولا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بعد ذلك يحدث كل شيء الإشارات تماما أن يمنع الجني الإشارات تماما من الوصول إلى العضو فيتعطل العضو عن العمل يعني إزاي والله حينما كنت أعالج حالة من الحالات فتعطل الجنب الأيصر قبل أن أكرأ عليه تعطل الجنب الأيصر وفجأة وهو كان طبيعي وهو كان قاعد وجالس بنا فجأة تعطل الجنب الأيصر بعد ذلك حينما بدأت أكرأ قال والله أنا أتيت وإن أنا لبست أو مسيت من مكان مظلم وكان نزل إلى هذا المكان وهو غاضب فلبست الجسم فحينما لبست الجسم فأنا أريد أن أدمر هذا الجسد لأنه أزعجني حينما بكى وحينما كان غضبان ونزل في هذا المكان فلبسته في هذه اللحظة لأن الإنسان مع أنا أم ياسين سلام عليكم أم ياسين وعليكم السلام يا فان الله يخليك يا فان بص أنا بقول لحضرتك هو فيه إحنا دلوقتي إحنا في بيت بس مش في بيت عيلة إحنا ثقين حضرتك من أين يا فان أنا من الكاهرة تمام إحنا مش في بيت عيلة يعني إحنا بيت ثقين بس تمام دلوقتي عندي جارتي اللي في الدوري الثالث بنتها دهرها بيوجهها من غير سبب تمام ماشي تمام وجابولها الشيخ والشيخ قعد زقر عليها طيب طب حضرتك جارتي جنبك يا فاندم أو بنتها هي تحت وفقية برضو نفس الأعراض وأنا نفس الأعراض تمام تمام يعني الأعراض يعني هي جارة اللي فقية تمام الشيخ دي قارة في البيت ومتعرفش فيه إيه في البيت يعني هي برضو بتشتكي من مفاصل دهرها تمام وركابها تمام وابنته صغيرة في الدرية تحت ركابها برضو يعني ما بتقومش بقالع شهرين تمام ودهرها بيوجهها وأنا دلوقتي باخر دهري أنا فهمت بحس إن فيه طلق معرفش ده إيه الواجع ده وأول مرة حس بالواجع ده فهمت سؤال حضرتك يا فاندم حاضر هجاوب حضرتك ماشي معانا الأستاذة وفاء سلام عليكم عليكم سلامت لعباتات يا شيخ الله يشليك يا فاندم حضرتك من أين في الصعيد يا فاندم؟ دعاك أهلا وسلامت أهلا وسلامت أهلا وسلامت حضرتك يا شيخ أنا عندي مشكلة فضلت أنا بعاني من حالة جن العاشق تمام يعني الجن العاشق ده بيجيلك عن طريق المنام ولا عن طريق بينك وبين زوجك لا أنا عندي طعف الدراع اليهنين من فوق ونحس الكتف تمام أنا عندي أعلم تمام يا فاندم ربنا يا عفيك يا رب ربنا يا عفيك يا رب أقول بشوف يا شيخ أهلا أيوا سامح حضرتك تفضلي كمين بشوف أحلام مزاجة بشوف بشوف القطة السودة دي هاي بشوف طلعلي طيب حضرتك يا فاندم بتشوف مثلا إن حد بيجري وراك في المنام أو إن عايز يعتدي عليك بالضرب أو اعتداء جسدي؟ لا يا شيخ لمشوفش حيات من دي بس أنا بشوف أحلام يعني يا فاندم هو اللي حضرتك بتتكلمي فيه مش جن عاشق ولا حاجة هو جن الجن ده جي عن طريق مكان أنت تخضطي فيه فعملك المشاكل دي كله آه يوم أنا رحت الشيخة كثير قبل كده خلاص وقالون إن هو جن عاشق وفي الفدراء اليمين متشكر لحضرتك إن شاء الله يا فاندم نورتين نعم متشكر لحضرتك إنه يخلي السلام عليكم وعند ذلك وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات زي ما أنا قلت الحضرت يمنع الجني الإشارات تماما من الوصول إلى العضو فيعطل العض عن العمل فيصيب المريض بالعم فيصاب المريض بالعم أو بالبكة أو بالشلل أو بالغضروف يعني بمعنى أصاحبه مجرد ما بيجي الجني يمنع الإشارات تماما يعني بمعنى أصاحبه يقولك إيه يمنع ضخ الدم في الأعضاء فتعطل الأعضاء يعني بمعنى أصاحبه ما تقدرت إن هي تتحرك الأعضاء وبعد ذلك تاني حاجة وإما أن يمنع الجني بقدرة الله سبحانه وتعالى الإشارات أحيانا ويترك أحيانا يعني بإزاي فجأة يكون الإنسان بتكلم فجأة يتخرص بعد كده يتكلم تاني وكل ما يروح للطبيب يقول له والله إنت مفيش فيك حاجة مفيش فيك أعراض طبية زي ما أنا قلت لحضراتكم بعد كده إحنا بنتكلم بعد أهل التخصص ثالث حاجة وإما أن يجعل الجني بقدرة الله المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب فيتصل بالعضو ولا يستطيع الحركة ولم يكن مشلولا يعني إزاي أن يجعل الجني المخ يتمركز الجنية في منطقة العقل فيعطي إشارات سريعة يعطي إشارات سريعة للجسد كل أنا عايزك تتحرك ففجأة يتحرك بعد كده يجلت بعد كده يقوم بعد كده ينام كل ده في لحظات متتالية ودية طبعا بتكون بعد زي ما أنا قلت لحضراتكم بعد ما بيروح وزهب وراح وجه يقول لك والله إنت مفيش عندك حاجة بعد كده علاج سحر المرض وبعض حالات قبل أن أتكلم عن علاج سحر المرض بعد حالات بعض حالات شفيت بإذن الله سبحانه وتعالى من سحر المرض حينما اتصل علي أحد الناس في مرة من المرات وقال والله أنا عندي زوجتي لسنها تعقد وكانت بتتكلم وكانت طبيعية وكويسة وكانت تسعى في خدمة أهلها بعد ذلك تعطى لسان معانا الأستاذ إسماء سلام عليكم أنا دلوقتي يا عم الشيخ عملت عملية آي وبعض العملية بكتور قل انتها تمشي تمام يا فاني وتحسيت بتحسن بعد السعادة أنا راح حسي بتحسن الوقتي بحسي رجلي تبقى من الميلة جامد تمام وبشوف حاجات كده في الأحلام معايا قطط كتير تمام وشوف ان انا منشى في حتة ظلمة طب حضرتك من النوع القلبه خفيف شوية او رهيب آه رهيب شوية وبعد شعات بشوف حاجات كده في الشقة بس بردك يعني ايه بسن وانا بشوف تمام طيب بشوف انا اول مبارح انا نايمة يعني نايمة بسعادة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم شوفت حاجات كده في الشقة ده بشوفت يعني مثلا شوفت قطط ولا تعبين ولا اشخاص اه لا 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 انا بشوفت حاجات بشوفت عين بس شوفت بس شوفت قطط ان انا مسك قطط صغالنا بيضة تمام تمام وانبارح شوفت برضك انا مشى في شارع ضلمة تمام وما عيد صغالنا هو اللي حصل مع حضرتك ان انت برضو اتخضيتي في مكان ضلمة فهو ده اللي عمل المشاكل وحضرتك بناء عليها بتشوفي بتشوفي قطط في المنام بتتكرر معاك في موضوع القطط الصمرة او القطط اللي هي بتتكرر مع حضرتك ان حصل لمس من مكان مظلم فده اللي عمل المشاكل دي كلها شكرا لحضرتك يا فاند علاج سحر المرض قبل ان نتكلم في علاج سحر المرض فحينما اتصل علي احد الناس وقال لي والله دراع زكتي وقف الشمال والسنها اتعقد ما عديتش بتكلم فقلت سبحان الله سيجعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرجا فحينما ذهبت وقرأت عليها فشاء الله سبحانه وتعالى في الوقت واللحظة الذي قرأت فيه جعل الله سبحانه وتعالى الفرج وتكلم الجيني في هذه اللحظة في الوقت وللحظة اللي قرأنا فيها ايات ركا الشرعية تكلم الجين والقيت عليه السلام و بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان يخرج من هذه الحالة وتعافت الحالة بفضل من يقول للشيء كن فيكون بعد كده حالة تانية حينما يأتي إلينا حالات سحر النزيف وكما قلت لكم لا نتكلم إلا بعد أهل التخصص بعدما ذهبت إلى الطبيب وأتت تقول والله أنا رحت للدكتور وكل ما بروح له ما فيش راحة فحينما نعلم الأعراض التي توجد عند هذه المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى نأتي إليها بأعشاب وبعد ذلك نقرأ عليه آيات الركة الشرعية فيشاء الله سبحانه وتعالى حينما كان هناك حالة عندها نزيف متواصل فحينما قرأت عليها وتكلم الجني قال أنا أتيت حتى أقضي على هذه المرأة قلت سبحان الله إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلائق محرمه فكيف تظلم هذه المرأة قال بلسان الحال والله يا شيخ أنا جاي بتكليف فقلت له إزاي قال لي والله أنا جاي إن أنا أبهد للست دي حتى موتها علشان لا تحمي علشان ما تقدرش تضحر علشان ما تقدرش تساعد نفسها علشان ما تقدرش تخدم أهل بيتها وبعد كده تطلق ولا حول ولا كوة إلا بالله أقول لمن يقترب الظلم يا من تقترب الظلم ليلة مهار اتق الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا تلهيك بكل الشهوات التي توجد في هذه الحياة كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه قال قابض على جمر من نار يا من تقبض على دينك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل على قلبك السكينة وجعل على قلبك المودة والرحمة فأقول لمن يقترف الظلم اتق الله سبحانه وتعالى وأيضا علاك سحر المرض أول حاجة تقرأ عليها الركية الشرعية سلس مرات فإذا سرعت الحالة تتكلم يعني إذا سرعت الحالة ربما حالات تتكلم وربما حالات ما بتتكلمش بعد كده إذ لم يسرع ولكن شعره بتغيرات خفيفة تعطيه التعليمات أن يقرأ الفاتحة أن يقرأ آية الكرسي أن يقرأ صورة الدخان أن يقرأ صورة الجن وكسار الصور ويستمع دائما لآيات الزكر الحكيم لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق دا إلا وخلق معه دواء وأيضا وهذه الركية هي الفاتحة كل اللي بيسأل على الركية الشرعية يجيب وراء أو ألم ويكتب وراي أول حاجة الفاتحة بعد كده المعوزتان أو المعوزات بعد ذلك يقرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبعد كده رابح حاجة يقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك خمس حاجة يقرأ أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما ويستمر على هذه التعليمات حتى يجعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرج وأيضا حتى لا أطلع الحضراتكم في الحلقة دية لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم كيف تفرق بين السحر سحر المرض وكيف تفرق بين المرض العضوي المرض العضوي يكون سابت أما المرض بسبب سحر فهو ينتقل في جسم الإنسان من مكان لمكان ويكون عنده أعراض زي ما أنا قلت لحضراتكم ألم شديد بعد كده ألم في بعض الحواس ألم في البطن ألم في الظهر بعد كده بيشوف أحلامه كوابيس مفزعة نمازك لحالات سحر المرض فتاة لا تتكلم منذ شهر يعني حينما ذهبت قبل ذلك إلى شاب صغير أو طفل صغير فكان حينما يجلس يبكي بكاء شديدا ولا ينام طوالة الليل هو صاحي ومش رضي ينام وكل ما يطلع بر بيته عايز يعمل أي مشكلة فحينما ذهبت وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفرج فحينما قبل أن أنتهي من كراءة الركية الشرعية نام هذا الطفل إلى تانيو إلى بعد العصر قلت سبحان الله القرآن كلام الله كلام الله المعجز إذا قرأت القرآن بنية الشفاء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل منه الفرج وسيجعل الله سبحانه وتعالى كل شيء متسهل بأمر من يقول للشيء يكون فيكون فهو كلام الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم سلام هي حتى مطلع الفجر وقبل أن يهل علينا شهر رمضان الكريم أدعو الجميع أن تكفل كل إنسان لا يستطيع أن يأتي بلقمة العيش في هذه الأوينة الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد لابد أن نتكافل ولابد أن نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى فإذا اعتصمت بحبل الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سينجيك من هذه المحن وأقول إلى كل رجل يخالف أوامر وطاعة أولي الأمر فاعلم أنك سيأتي عليك الخزي لأنك ربما تصاب بهذا المرض وربما تصاب بأمراض لا يرجى الشفاء منها فتموت ولابد أن تحافظ على نفسك وتوقي نفسك من شر الفتن ما ظهر منه وما بطن فهذا المرض فتنة فلابد أن تلزم بيتك ولابد أن تحمي نفسك من هذا المرض بكمامات بأي شيء بأي تعليمات تأتي بها منظمة الصحة العالمية لابد أن تتبع هذه التعليمات حتى ينجين الله سبحانه وتعالى والمبادرة الكريمة التي تكفلها الدولة وهو تكافل وكرامة حتى يجعل الله سبحانه وتعالى الفقير مبسوط ويطعم بين المسلمين فنحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك منه عض تشاكت إليه واشتكت إليه جميع أعضاء الجسد بالسهر والحم يعني إحنا في تودنا وتراحمنا كمثل الجسد الواحد كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا تنكر الخير من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخير موجود إلى يوم القيامة وأقول إلى كل نفس تجحد فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيصيبك بالأمراض يا من تنفق في سبيل الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سينجي بيتك من الأمراض وسينجي أولادك ويجعل الله سبحانه وتعالى لهم ناس يأخذون بأيديهم حتى ولو قبضت وقبضك الله سبحانه وتعالى ومدت في يوم من الأيام كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من سلاس منها صدقة جارية فالصدقة الجارية هي التي تنفع العبد حتى بعد مماته إلى يوم أن يقبض الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا وأقول لكل إنسان يمتلئ بطنه وينسى جاره أقول لك اتق الله سبحانه وتعالى سيسألك الله سبحانه وتعالى عن جارك الذي يسكن بجوارك لما قدمت إليه وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن جارك المريض لما حينما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد يا رب وكيف تمرض وكيف تمرض وأنت رب العالمين يقول علمت أن جارك الفلان مرض مرض ولم تزر والله لو زرته لوجدتني عنده يعني لو زرت المريض وأخذت على أزره وأخذت على قلبه وقلت له إن الله سبحانه وتعالى والشافي إن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا وخلق معه دواء فتكون هذه هي الرحمة التي أوصان بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى أهل الكفر والمشركين وجاءوا بالظلم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة وقال يا رب وبدأ يتوسل بالله سبحانه وتعالى إلى كم عبيد ملكته أمري فلا أبال وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد لو أمرتني أن أقبض عليهم الجبلي لفعلت وذلك هي رحمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى فهذه هي أمة الحبيب النبي وأنا مبسوط من كل المبادرات اللي بنشوفها كل يوم على الصفحات وإن مثلا في ناس بتسعة إن هي تكفل أناس وبيكفل الناس بجرانه حتى يزيح الله سبحانه وتعالى الغم عن هذه الأمة الإسلامية إنه ولي ذلك والقدر عليه وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يخفف عننا المرض إنه ولي ذلك والقدر عليه وأيضا حينما تأتي وتقرأ آيات الركية الشرعية على حالة من الحالات إذا جئت في لحظة من اللحظات وقرأت آيات الركية الشرعية وهذا الموقف يذكرني حينما كانت هناك فتاة تشتكي من سحر تعطيل في حياتها كله فحينما ذهب وكان هذا السحر سحر أسود وسحر لعين وسحر سفلي فحينما ذهبت وقرأت عليها آيات الركية الشرعية تكلم عليها الجني وقال أنا أتيت من المكان الفلاني ودلت الحالة على مكان السحر فحينما علمت ذلك قلت سبحان الله لن تجد العزة والقرامة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل غاية واحدة أن نعبد الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار فإذا ابتعدت كل البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى واتبعت طريق الشيطان فاعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيسلب منك الخير إزاي كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك قلب أسود لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكر ليه؟ لأنه لم يتبع قال الله وقال رسول الله فإذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته واتبع طريق الله سبحانه وتعالى فاعلم أن كل شيء سيكون مسهل وميسر بأمر الله سبحانه وتعالى وأيضاً حينما جاءت إلي حالة واتصلت وقال والله إحنا عايزين حضرتك ترئينا لأن إحنا ذهبنا لكل الأطبة وما فيش أي حال فحينما ذهب علمت علم اليقين أن في هذه الحالة سحر مرض فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا السحر حينما قرأت عليها وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون معافاة ربما يأتي إليك إنسان ويقرأ القرآن كل ولكن ما يكونش فيه نسبة تشف ليه؟ لأن الحالة لا تعافى إلا بتقوى المعالج يعني إزاي؟ إذا جاء معالج يقرأ آيات الركية الشرعية يقرأها بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسر كل الأمور أما إن كان يجعل هذا الموضوع أنه يتاجر بأتعب الناس ويتاجر بأمراض الناس فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في كل شيء وسيصيبه الله سبحانه وتعالى بالمصائب صغيرها وكبيرها لأنه لم يتق الله سبحانه وتعالى ليل نهار فنسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الآونة أن يزيح عنا هذا المرض اللعين وأن يزيح عنا الغمة إنه ولي ذلك والقدر عليه إني داع فأمنوا اللهم احفظ مصرنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك يا رب في هذه الأيام الطيبة المبارك من شهر الله شعبان نسألك يا رب أن تبلغنا رمضان ونسألك يا رب من أراد بمصرنا خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بمصرنا شر فاجعل كيده تدميره واجعل تدبيره تدميره إنك ولي ذلك والقدر عليه وإن شاء الله تبارك وتعالى دائما في كل حلقة من الحلقات سنقدم لكم أشياء وطرق علاق إلى كل الأمراض التي يعاني منها الناس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأشكر كل فريق الإعداد وأشكر كل الناس اللي معانا في قناة الصحة والجمال ومعي وحبيبي وصديق الأستاذ محمد الملكي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاصة في القول والعمل فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته